السلام عليكم يا سنة تانية الزوكة عاملينية رب تكونوا بخير معدنا ان شاء الله في اخر محاضرة في الفارما في الموديول ده معلش هي المحاضرة تأخرت شوية بس كلية نزلتها متأخر فمن غير ما ايه ما نتكلم كتير يلا نبدأ المحاضرة بتتكلم عن تلات عنوين تلات عنوين يعني هما يعتبروا ملهمش علاقة بعد قوي اول عنوان انتي مالاريال دراجز انتي هلمينسك دراجز انتي اميبك دراجز انتي مالاريال ديت اللي هي الادوية اللي بتعالج المالاريا تمام والانتي هلمينسك اللي هي بتعالج الهلمينسز اللي هي الددان اللي انت خدتها في البارة والانتي اميبك اللي هي بتعالج الانتاميبهستوليديكا اللي انت خدتها برضو في البارة تمام فيبقى الموضوع يعني ايه المفروض ان مذاكرتكو في البارة تكون مساعداني شوية لان انا ايه يعني مش قد كده في البارة بس ان شاء الله يعني ايه بمذاكرتكو بالبارة وباللي احنا هنقوله برضو هندي مقدمة كده بسيطة عن كل حاجة فيهم وان شاء الله هتفهموا. اه طبعا طالما هم تلاتة عنوين فهقول لكم الفيديو هيبقى كل عنوان فيه. اه في دقيقة كام بحيس ان انتم ايه اه لو حد عايز يسمع مسلا حاجة معينة يقوم رايح عليها على طول في الفيديو. ما يسمعش ما يضطرش ان هو يسمع او يقلب ويفوت حاجات. تمام? فنبدأ بقول حاجة علينا اللي هي الانتي اميبك دراجز وهنبتدي بنبضة بسيطة كده عن بتاعة الاميبه. طبعا مش هنقولها زي البارة. بس يعني ايه اه هتبقى ايه يعني حاجة بسيطة عشان تفهمنا بس الادوية. اه بتبدأ بايه بتبدأ بان السست هنا الانسان بيأكلها بتبقى موجودة في اكل ملوث تمام? وتقوم نزلة 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 لغاية ما توصل للكولون. الحتة دي اللي هي الجزء من الامعاء دوت اللي هو الكولون. اللي هو القولون تمام? اللي هو large intestine يعني. تمام يا باشا. وبعدين اللي بيحصل بيحصل ان السست ديت بتنفجر وبيطلع منها شوية التروفوزويدز اللي هم اللي بالاخمر دول. دول التروفوزويدز. التروفوزويدز دول قدامهم طريق من تلاتة. اما ان هم يفضلوا جوه الكولون. ودول بيبقوا نون سيمتماتيك او اي سيمتماتيك يعني ايه يعني ما بيعملوش سيمتمز. فهما بيعملوش سيمتمز بس المشكلة انه ان الانسان دوت هيفضل كارير. فلو نزل التروفوزويدز ديت في الستول ممكن يعدي ناس تانين. ده اول طريق. الطريق التاني ان هي ممكن تقوم عاملة بنيتريشن للوول بنيتريشن للوول. الموصرح فين. بنيتريشن الوول اللي هم اللي في الحطة الخضرة ديت. تمام? فدول لما يعملو بنيتريشن الوول هعملو ايريتيشن هعملو هياجان في الوول بتاع الانتستن. واحنا عارفين طبعا ان اي هياجان في الوول بتاع الانتستن بترجم ايه؟ بترجم من الانتستين تقعد تعمل تنطبضات سريعة اللي هي بتبقى بسورة ديرية. فاليريتيشن دوت ممكن يبقى ميلد يبقى خفيف فيعمل ميلد ديرية. او ممكن يبقى سفير فيعمل سفير ضيرية. تمام؟ فيبقى دوت دوت يق임 ولا ميلد ايريتيشن يقام سفير eseفير ايريتيشن اخر حاجة ان هي تقوم عاملة كمان بنيتريشن للوول دوت. وتقوم طلعف ة في البلد طلعفي البلد وتقوم عاملة سيستيميك انفيجن يعني ايه تعمل غزو لكل السيستم تمشي في الدم وتروح على كل السيستم اكتر مكان هي بتحب تروح فيه هو الليفر عشان تعمل الليفر اميبيزز اللي هو الابسس اللي بيتعمل في الليفر تمام اللي اسمه الليفر اميبيزز يبقى احنا كده عندنا تلات حاجات اول حاجة ان هي فضلت اسمتوماتيك ودوت بيبقى كارير يا اما ان هي دخلت عملت ميلد اريتيشن او سيفير اريتيشن في الوال بتاع الانتستن في الوال بتاع الانتستن يا اما ان هي راحت في الدم وراحت للليور وعملت سيتمك انفيجين ويبقى معنى كده ان احنا عندنا احنا اربعة مراحل من المرض اول مرض اللي هي الكارير اللي هو بيبقى فيها التروفوزويت جوهه اليهم parallel يبقى الشرق اللي هي بتعمل ميلد اريتيشن بيبقى فيها ميلد دايرى يا اما الاميبيك ديزنتري الاميبك ديزنتري دات اللي هي السيفير كيس اا مع السيفير اريتيشن للول بتاع الانتستان هيعمل سيفير دايرية اما اخر حاجة ان هو يروح على الليفر ويعمل هباتيك اميبيز هناخد العلاج بتاع كل واحد فيهم بس الاول مفروض نعرف ايه هي الدراجز اللي بتشتغل اصلا على الانتاميب هاستوليتك او اللي بتموت الانتاميب هاستوليتك اا فلما نيجي نشوف الادوية اللي هي اسمها انتي اميبك دراجز خلينا هننكبر بس الاول الادوية اللي اسمها اللي هي بتشتغل ضد الاميبة هنلاقيينه هما ثلاث انواع اول نوع عندنا اسمه لو ناخد بالنا يعني ايه جاي من يعني الادوية ديت بتشتغل على على السيست اللي موجودة جوه genug طيب اللي جانبها ديت معناها ايه لو خدتوا بالك وفاكيرين في الانجليز زمان خدتوا مبيض حشر يعني ايه كان يعني انسكتي.. يعني حشرة يعني مبيد. فمعنى دات يعني مبيد. فلما نيجي نحطها وراء اي حاجة بمعنى ان هي بتبيد الحاجة دات. فسايدز يعني ايه? يعني مبيد الاميبة. يعني الدواء اللي بيشتغل ضد الاميبة. فعندنا اول نوع اسمه اليومنة. دوت اللي بيشتغل على على الاميبة اللي موجودة جوه اليومن. تاني نوع اللي هي اللي اسمه او هباتك اميب سايدز. دوت بيشتغل على ايه? على الهباتك اميبة اكيد. الهباتك اميب يزر. الاميبة الموجودة جوه اليفر. تالت نوع بقى ده بيشتغل على الميكسد اميب سايدز. ده بيشتغل على كله بقى. بيشوف الاميبة فين ويروح يجري وراها بالشبشب او يجري وراها بالمبيض الحشري ويقوم من موتها. تمام? فهنرجع تاني بقى للكلاسفكيشن عندنا اول واحد اليومنى الاميب سايدز. اليومنى الاميب سايدز هم تلت اه تلت درجات. واحد اسمه دايلوكسانايد وايودوكينول وانتي بايوتك اميب سايدز. خلينا بس نخلص من الانتي بايوتك امينو سايدز دوت. اه الدكتورة قالت اللي هو اسمه الامينو جلايكو سايد ودوت بيعمل ايه? بيعمل انهيبشن للبروتين سنسز. ماشي بس خلي بالك يعني انت لما يكون عندك حالة اميبة. وتيجي تعالجها مش هتديها انتي بايوتك ليه? لان الانتي بايوتك دوت هيموت الاميبة اللي عندك بس هيموت كمان البكتيريا اللي عايشة جول انتستن. فيعني بنسبة كبيرة قوي الانتي بايوتك اميب سايدز دوت ما بيستخدمش. ولو انت يعني مش هتقدر بقى احنا عارفين طبعا احنا مزنوقين دلوقتي وما فيش وقت فعايزين نحفظ الحاجات المهمة. فيبقى المهم في اليوم انه الاميب سايدز هما الاتنين الاولانين. اللي هما والايودو كينول. طب يعني احنا برضو مش عارفين نحفظه الاسامي كترت علينا. خلي بالك ان اليوم من الاميب سايدز اللي انا معلمهم لك دول. اول اربع اا اول اربع حروف بيبقى فيهم دي اي او. سيبك من الايه دي بيبقى فيهم دي اي او. ادي اهو. دي اي او. اا والايودو كينول برضو الدي ودي الاي ودي الاو. تمام? فيبقى الموضوع ده مش هتلاقيه في اي حاجة تاني في الانتي اميبك او الانتي هلمينسك او الانتي مالاريال. فخلي بالك بقى من الحتة دي ان انت لو لقيت دي اي او في الاول اربع حروف يبقى ده اليوم من الاميب سايدز. يلا اي خدمة. تمام? اه في حاجة عندنا يعني ايه ده سايد افكت ان الديلوكسانايد بيسبب فلاتيولانس. فلاتيولانس دات يعني انتفاخ. فيعني دي معلومة قصة الدكتورة ما قالتهايش بس هيكت موجودة في الداتا فانا كاتبها. ولو حد يعني عايزي بصماجها قوي فلاتيولانس جاية يعني انتفاخ. فهتاخد بالك ان الدي هنا برضو دي كابتل بتبقى ايه منفوخة كده فهي دي يعني اتفكرك. بس يعني ايه دي معلومة يعني علماشي مع دكتورة ما قالتهاش. بس المعلومة اللي الدكتورة قالتها الايودو كينول عشان فيه اول اول مقطع من اسمه ايودو يعني فيه يود. فاليود ده هو اللي بيسبب لي الاتنين دول اللي هما الدرماتايتس والجي اي تي ابست بقى اللي هي نوزي ومتنجو ده يا ريو الكلام ده. انما درماتايتس دي يعط معناها ايه? درما يعني الجلد. يعني التهاب. فدرماتايتس يعني التهاب في الجلد يعني حساسية يعني الكلام دوت. تمام? فدي ناخد بالنا منها ان الايودو كينول او الفايو فورم. الفايو فورم دوت اسمه التاني. فخلوا بالكو برضو يعني ايه? ما ما تقولوش بقى ان خلاص طالما ما فيوش دي اي او يبقى دوت مش معلش احفظوا الفايو فورم دوت يعني ده معارفتش يلاقي له تسكيمة يعني او اعتبروا ان الفيديات دي فيبقى دي اي او برض يعني بس ما مش هينفع معلش. فاحفظوا الفايو فورم دوت من الـ اا ايій اميبسايدز. ندخل على النوع التاني اللي عندنا اللي اسمه تيشو او الهيباتك اميبي اا اميبي سايدز. الهيباتك اميبي سايدز اا لو خدنا بالنا ان اهم اهم ارجن من الارجنز اللي الاميبة بتصبهم كان ايه? اكيد مش الكولون يعني قوي. ماشي? واكيد مش الليومن بتاع الكولون. اهم اورجن كان الـ 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 liver صح? اللي هو الهيباتيك امي بيازز. فمين اللي هشتغل عليه? اكيد هشتغل عليه برضو الملك بتاع الادوية ديت. بس مش الملك بقى قوي هي ايه الملكة اللي هي الكوين. فيبقى اللي في اخر الكوين دوت اللي هو كلورو كوين. يبقى هو دوت اللي على اهم ارجن. اللي هو الهيباتيك اميبيز تمام? كلورو كوين. هنفتكر من كوين دي. هتفكرنا بالهيباتيك امبيزيس. اا اخر حاجة عندنا بقى. اللي هي الميكسيد اميبيزيس. اا يوم اللي هما الاتنين الاخر هم دازول. مترونيدازول واتيني دازول. مترونيدازول واتيني دازول. طب التالت دوت اللي اسمه دوات ملوش بسماجة معلش. يعني احفظوا برضو ايه زي الفايوفورم هناك? هتحفظه برضو هنا الايمنتين هيدروكلورايد. اه وخلي بالنا هنقول الايمنتين هيدروكلورايد دوت فهتحفظوه يعني غزبا عنوك. هنقوله اصلا قدام مقارنة مع الميترون انه دزول. فغزبا عنوك هتحفظوه. اه معلومة مهمة بس نعرفها ان الميترون يدزول دوت اللي هو في السوق اللي اسمه الفلاجيل يعني. بس طبعا احنا مش علينا اصلا الاسم التجاري فيعني ايه اللي مش عايز يحفظها ما يحفظهاش. اه معلومة بس بقى دي مهمة ان التيني دزول دوت هو نفس بتاع الميترون يدزول بس هو اكشن. اكشن 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 نفتكن اكشن. وكمان عشان نبص ماجه اكتر ان التيني دزول يعني تايم انكريزد. تايم انكريزد. تايم اللي هو الوقت وانكريزد اللي هو ايه الزاد يعني. فيبقى كده هتعالنوا الراجع بس سريعا. اه الكلاسفكيشن بتاعت الانتي اميبك دراز قلنا ان هم اللي هم من الاميبسايدز ودول اه سيبك من الانتيبويتك اللي هو الامانوكلايكوزايدز الدكتورة ما ركزتش عليه قوي. اه وركزت بس على الاتنين دول اللي هم في اول اه اول اربع حروف منهم دي اي او اللي هو الديلوركسانايد والايودوكينول. ماشي? وقالت برضو كده ايه يعني سريعا. التشو او الهيباتيك اميبيزز. اه عايز اه الهيباتيك اميبيزاييتز اللي هو بيشتغل عليهم المالكة بتاعت الادوية اللي هي كلوروكين اه المكسيد اميبيزاييتز اللي هم الاخيرهم دازول. متروني دزول والتني دازول ومعاهم الامنتين هيدروكلوريد. والتني دازول عشان هو في بيبقى لونجر اكشن بس نفس الاكشن في parchment hobital med. هندخل بعد كده بقى على مقارنة ما بين الميترونيدازول والامنتين هيدروكلورايد الميترونيدازول الميكانيزمه في اكشن بتاعته هو ان هو بيعمل انهيبشن اللي هو الاتنين ناقص ديت يعني انهيبشن ازاي بيعمل انهيبشن بيحصل ان في انزيم بيشتغل الميترونيدازول دوت الاول بيدخل على الخلية بتاعة الاميبة يقوم انزيم يقوم ما اشغال عليه يقوم محوله المادة سيتوتوكسيك سيتوتوكسيك يعني ايه يعني سمة للخلية سيتو يعني خلية وتوكسك يعني سمة فسمة للخلية فهي بتقوم دخلة وعملة نيوكليك أسيد سينسيس بتاع الاميبة دوت فتموت الاميبة إنما الامنتين هيدروكولوريد لا ده بيعمل دي جنريشن للسيتو بلازمون نيوكليس ده بيخلص بيجيب من الآخر فيبقى نفهم من كده إن الامنتين هيدروكولوريد دوت بيستخدم في السفير كيسز إنما الميترونيدازول لا بيستخدم في في الكيسز العادية تمام ده أول سبب إن الامنتين هيدروكولوريد بيستخدم في السفير كيسز هقول لكم سبب تاني بس مش دلوقتي تاني حاجة اليوزز بتاعته بيستخدم في إيه الميترونيدازول ده بيستخدم في كل حاجة بيستخدم في الاميبيزز بقى سواء في الباول الباول والدات اللي هي بيستخدم في حاجة خدتوها برضو في البارة إن هي بتروح على وبتعمل دايرية بيستخدم في بتصيب الفجينا وبتعمل بيبقى ريحت ومش حلوة رابعة حاجة بيستخدم في أناروبيك بكتيريا زي الكولوستيريديام ديفسيل دي خدتوها في المايكرو برضو اللي هي بتعمل سودو مينبريناس كولايتس بيستخدم كمان في الحاجات اللي هي أناروبيك بكتيريا الأنيروبيك بكتيريا ديت اللي هي ما بتحتاجش هوى فمين اللي ما بيحتاجش هوى أكيد اللي هي البكتيريا اللي بتبقى عايشة جوه الأبدومن أو في البوست سيرججال اللي هي بتبقى موجودة جوه الوند بتبقى موجودة جوه ديب في ديب في في الجسم بتاع الإنسان ما بتبقاش موجودة سوبافيشي مش موجودة مثلا على السكن ولا على الميكوزة لا بتبقى موجودة جوه فعشان جاة بتبقى ايه آآ يعني من الآخر كده احنا خدنا ان الميتروينيزول دوت بيبقى ايه بيبقى ميكسد فأكيد هيستخدم في عاجات كتير قوي تمام والجياردييز والتريكمونش والجرام نيجاتيف بكتيريا آآ إنما لا بيستخدم في عاجتين بس بيستخدم في والهيباتيك تمام خلي بالك ان الايمنتين وميتروينيزول برضو ميكسد فعشان كي بيستخدمه في عاجتين بس الميتروينيزول آآ استخداماته اوسع شوية ماشي آآ ليه طيب الايمنتين هيدروكلورايد بيستخدم في اكيوت انتستاني الابيبيز ليه الاكيوت ديت اللي هي ايه حالة حادة يعني حالة حارجة دلوقتي لازم تستخدم فيها حاجة قوية فعشان الايمنتين وهايدروكلورايد بيقوم خلص وبيجيب من الاخر فلازم تستخدمه في الاكيوت انتستاني الابيبيز وطبعا الهباس كاميبيز يعني هي عادي زيه زي الميتروينيزول آآ الدوز بتاعتهم يا الدكتورة قاليتها ومش موجودة في الدايتا فانا ما عرفش هي مهمة ولا مش مهمة آآ احنا كده كده اصلا ما بنحفظش دوز بس يعني المهم اللي انت تعرفه آآ الروت اوف اكشن آآ الروت اوف ادمنستريشن سوري الروت اوف ادمنستريشن يعني انت بتاخد الدواء دوت ازاي آآ الميتروينيزول بيتاخد يا اما اورل يا اما آي في بس الكومن خالص 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 هو الاورل اللي هو يعني الفلاجيل عمرنا بسمعنا مسلا عن عن فلاجيل حقا قوي يعني صح انما كل بنسمع عنه ان هو يبقى يا اما اراس يا اما بيستخدم مع الاطفال في شرب يعني آآ انما الآي في دوت بيستخدم في بعض الحالات الخاصة واحنا هنقولها كمان شوية تمام انما الامنتين هيدروكلورايد بيستخدم طبعا الدكتورة قالت ان الميتروينيزول تزول جرعة بتاعته ثلاث مرات في اليوم للعشر أيام والامنتين هيدروكلورايد خمسة رحلي عشر أيام فاللي عايز حفاظه يحفاظها بس يعني ايه احنا طول عمرنا أصلا بنحفاظ شيضوز في الفارم ماشي فيبقى بس تحفظ الميترونيدزول بيستخدم اورل وبعض الحالات بيستخدم I de انما الامنتين هيدروكلورايد بيستخدم IM بس انترامسكولر واي في ذات يعني ايه يعني انتora فينس. اااااا خلينا بس انه ننقل ده ده. ااااا دي هنكمل بقى المقارنة اللي ما بين الميترونيدازول والايمانتين هيدروكلوريد. ااااا المقارنة في ايه في السايد افكتس ااا السايد افكتس يعني بيعمل ااااا الميترونيدازول بيعمل 또 يعمل يا بيعمل وبيعمل 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 . ورز Division. or deep burn. وبيعمل الحاجات بس خليه بس اللي الدكتورة ما عدتهش اللي هو متعلم باصفر دوت اللي هو الميتاليك تيست دوت يعني يعني بتحس ان انت آآ اكنك ايه حاطت فبقك معدن. اكنك مسلا بلعت حتة حديدة. هو دوت الميتاليك تيست دوت بيبقى شعور يعني مش لطيف خالص. وفي ناس كتير كده بتتداق منه ودوت يعني شكوى اوعى اوعى تغفلها من العيان. يعني ما تقولش ان العيان بيتدلع وايه متاليك تيست ما ايه يعني متاليك بتبقى شكوى مقارفة جدا. وخلي بالك يعني ان هو هيمشي على الدوت لمدة عشر ايام. يعني مدة طويلة مش هيخد مسلا جرعة وخلاص. لأ. فده من ضمن الاسباب اللي تخليك تقوم استخدم الميترونيدازول ما تديهوش بقى ارل. تقوم اديه اي في. تمام? اه هايبر سنستيبتي ليه? لان هو بيقوم مدمر ديت. فالجر ديت لما تتدمر بتاعتها او البقاية بتاعتها ديت ممكن تعمل هايبر سنستيبتي ممكن تعمل حسية الجسم اعتبارك انها فورن بادي. وياخد منها حسية. ماشي هدك ديت يعني فاكسانة خالص. نيوتروبينيا ديت يعني ايه يعني نقص في عدد اه خلايا الدم البيضة. تمام? نيوتروبينيا يعني نقص في خلايا الدم البيضة. دارك براون يورين ديت يعني مفاش مشكلة خالص. بس اه يعني دي الدكتورة قالت ان ان انت ايه? اه لو العيان جي يقول لك عليها او يقول لك انا اه اليورين بتاعي لون البول بتاعي بقى دارك شوية. فدي يعني ايه تطمن العيان نقول له لا ده عادي ده ده صايد افكت عادي من الدواء ما مالهوش اي علاق. وكارسينوجينيك ديت ديت الدكتورة قالت ان هي اه يعني ما اثبتتش حاجة ان هي بتحصل للانسان. ولكن كارسينوجينيك ديت اثبتت على الحيوانات بتاعت المعمل. يعني التجارب اللي هم بيعملوها على الحيوانات بتاعت المعمل. بعضهم حصل منهم كارسينوجينيك فايه فكتبوها يعني وخلص. عشان يقرفوه نحن. اه تمام? فيبقى بتاعت الميترونيزازول نعرف منها المهمة جدا الميتاليك تيست والايه النيوتروبينيا يعني اقل الاهمية وبعدين الهايبرستيفتي اقل الاهمية وهكذا. تمام? اه انما بس لو انت هتحفز حاجة واحدة بس تحفز الميتاليك تيست بتاع الميترونيزازول ده. اه الامنتين هيدروكلورايد بقى عندك بيعمل ايه? اول حاجة ان هو بيتاخد اي ام. فاي ام دوت بيبقى سهل ان هو يوصل للدم. وبيحصل امتصاز بنسبة كبيرة. فيقوم واصل للدم ويطلع على حتة اسمها سي تزد. اللي هي الكيموتاكتك تريجر زون بيقوم نشاطة. الحتة ديت مسؤولة عن ايه? مسؤولة عن ان هي تعمل نوزيا وفومتينج. الحتة دي موجودة في المخ. لما يحصل لها اكتيفيشن بتعمل فومتينج. بتسبب في ايه? في النسان ايه? نفسه دموع. ويقوم رجع. اه تاني حاجة اه ان هو بيعمل لوكال بين لوكال بين وتندرنس يعني مكان ما بتعمل الحقنة بيعمل بين بيعمل وجع وتندرنس يعني حتى لو انت جيت تلمسه كده مكان الحقنة هيوجعه برضو. اه برضو حاجة تانية في المسل بيوجع العضلات. اه تالت حاجة وديت برضو مهمة شوية. بيعمل يعني بيخلي اللي هو الازين بتاع القلب ان هو يعود يريعش كتير. وبيعمل تاكي كارديا بيسرع ضربات القلب. بيعمل هيبوتينشن بيقلل الضغط. فعشان كده يعني من الاخر مع كل ديت. انت لازم اه لازم تخلي العيان عندك في المستشفى. لازم تحجزه. تمام? لازم يبقى يعني اه يفضل قاعد في السرير على طول. ماشي? وسبب كمان يعني بعيدا عن دول ان هو اصلا العيان اللي انت بتديله وبتضطر تديله دوت بيكون كيس. فانت برضو لازم ان انت تقعده عندك في المستشفى. فيبقى اهم حاجة في بتاعت الميتروني دازول اللي هي الميتاليك تست. واهم حاجة في تفتكر بس ان هو بنشط الكيموتاكتك تريجر زون في عمل نوزي وفومتنج. تفتكر السي في اس اه مانيفستيشن اتريا فيبريشن وتاك كارديا وهي بوتينشن. وتفتكر ان انت لازم تقعد العيان دوت عندك في المستشفى. وطبعا اللوكال بين مكان الحقنة والكلام ده. اه نرجع تاني بقى للحتة اللي احنا قلناها في الاول اللي هي مراحل المرض. عندك ان هو يبقى كارير اسمتوماتيك او ميلد كيس لما يعمل ميلد ايريتيشن بتاع الول انتستن. اه او ان هو يبقى اميبك ديزينتري ان هو يعمل اه سيفير ايريتيشن للول بتاع الانتستن. واخر حاجة لهيباتيك اميبييزز ماشي ان هو يروح على الليفر. اه انا ليه بتجيب الشريحة دي تاني? عشان احنا دلوقتي هنشوف كل حالة من ديت. وهنعالجها بناء على اللي احنا اخدناها قبل كده. وبناء على الدراكز اللي احنا اخدناها. فنبدأ با اول حاجة اللي هي الاسمتوماتيك انتستيين لا الانفيكشن الاسمتوماتيك دوت معناها ايه? معناها ان السيست او التروفوزويد موجود جوه اليومين بتاع الانتستن. فيبقى لما انت هتيجي تعالج aram التروفوزويد اللي موجود جوه اليومين جوه اليومين جوه اليومين يبقى تعلجوا بايه بالليومنال صح اللي هما اول اربع حروف فيهم دي اي اي او كله هو الديلوكسنايد وايو دي ايو كينول تا مام. ده برضو يعني لو خدنا بالنا دي اي او دي في برضو دي اي او فده يعني اسم تاني الايو دي اي اي او ماشي ده اسم تاني الايو كينول فكوككو منه ليش مشكله هو المهم ان هو في الشرط احنا قلناه الـ GEORGE موجودين في اول ا اربع حروف هيبقى هو ايه طبع لهم من الأميباساس آه اثاني حاجة اللي هي المايدتو مودرت انتستانيل اميبايزيزز تمام المايدتو مودرت انتستانيل يعني عملت makarite لول بتاع الانتستان هيعمل لي ميلد دايرية او مودرت دايرية تمام؟ او اسم تاني ان هي نان ديز انتريك كولايتس كولايتس هي يعني ايه؟ في الكولون. يعني ما وصلتش لدرجة ان هي تعمل تعنيه. يعني من الاخر مش سفير. اقل من السفير. تمام? هتدي ايه? هتدي ان هتدي اللي هما الحاجات بقى اللي بتشتغل زي اللي هما اخرهم دازول او تيني دازول ومعهم طبعا وهتزود عليهم اللي هما بيشتغلوا اليومنال كمان. ليه بقى? ما اصل انت يعني اكيد كان اسمتوماتيك الاول. فمعنى كده ان في كان شوية سيست موجودة في اليومن. وقامت خرمة الول بتاع الانتستين. بس مش كلهم هيخرموا الول بتاع الانتستين. هيفضل منهم شوية في اليومن. فتقوم ايه? مدي الاتنين مع بعض. عشان تعمل آآ آآ راديكال ريموفا. يعني ايه? يعني هتشيل البتاع من جزرها. هتشيل الاميبة ديت من جزرها. تمام? فيبقى خلي بالنا ان وحنا بنتدرج في المراحل هنقول اس بفور وهنزود. اللي هنزوده دوت انا معلمولكم باللا صفر عشان ايه ماتيهوش. تمام? فيبقى انت كله عليك انت تحفظ الان اسمتوماتيك بتاخد الليومنال اللي هم الديلوكسانايد والايدوكينول. المايدو مودرت هتزود على اللي فات مترونيدازول او تينيدازول او منتين هيدروكلورايد. طيب بعد كده السفير انتستاني الاميبيز هيبقى برضو اس بفور اهو. اس بفور زي اللي احنا اخدناها بالكده اللي هم كانوا ايه كانوا اليومنال مع بعض زائد بقى ان انت هتزود طيب ايه قيمة هنا? اصلي خلي بالك اللي بيعمل اه سفير انتستاني الاميبيز دوت بيعمل ايه? بيعمل سفير ديارية. سفير ديارية ديت بيفقد فيها كمية بجوة الانتستان رهيبة. لان احنا عارفين اصلا ان الانتستان اه من ضمن وظيفها ان هي تعمل اه يعني خلي بالنا ان كمان الموضوع هنا في اللارج انتستان واللارج انتستان اهم ووظيفة لها ان هي تعمل ابزوربشن للمية. طيب لما انا عمل ديارية هي مش هتلحق مش هتلحق تعمل ابزوربشن للمية. فهتفقد مية كتير. فلازم انا عوض الشخص دوت بدي قوله اي في. تمام? الجديد بقى عندنا ايه? ان الميترونيدازول بيتاخد اي في. بيتاخد اي في ليه? لان دي سيفير كيس انا مش هقدر استنى بقى ان هو يحصل منه اورل. وبعدين استنى ان هو هيعمله ابزوربشن. ازا كان اصلا الانتستان فيها وبتعمل ضيرية مش هيلحق يعمل ابزوربشن. فلازم ادي اي في. او ان انا ادي اللي احنا بنستخدمه قولنا بنستخدمه في سيفير كيسز. تمام? اه اخر حاجة عندنا بقى اه الهيباتيك امي بيزز. هندي برضو اللي هما الايه? اللي هما كانوا اليومنال. اه دايولوكسانايد والايودوكينول. زائد الميكس اللي هما الميترونيدازول والتنيدازول والايمنتين. زائد بقى الكوين بتاعنا اللي هو كلوروكين. تمام? او كلوروكوين يعني. يبقى الهيباتيك احنا اخدناها قبل كده في التشو اميبيز من المسؤول عنه اللي هو كلوروكين صح? فيبقى هو دوت اللي هيزيد علينا في البتاعة ده هي. اه تمام? دي بس يعني ايه اه سلايد بنجمع فيها كل الانواع الادوية بتاعتنا. اليومنال قلنا اللي هما بفيهم الاي والدي والاي والاي والاو. اللي هما دايولوكسانايد والايودوكينول. ومعهم اه التشو اللي هو بيشتغل عليك كوين بتاع الادوية كلوروكوين. اللي هما بيبقى خرهم دازول. مترونيدازول وتنيدازول. ومعهم الامتين هيدروكولاريد. وتفتكر ان التنيدازول اوله تي اي. يبقى time increased. دي بقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? بس هو هو نفس الاكشن بتاع الميترونيدازول. ويبقى احنا كده خلصنا الانتي اميبيك دراجز. العنوان اللي عندنا بعد كده بقى وهو اسمه الانتي مالاريال دراج. هلننكبر الاول? بس نوعه. ماشي. اه الانتي مالاريال دراجز ديت معناها ايه? اللي هي الادوية اللي بتعالج المالاريا. تمام? وعندنا بقى هناخد برضو مقدمة كده زي ما اخدنا في الاميبة. اه عن المالاريا. المالاريا دي ايه? عبارة عن بروتزول ديزيز زي ما اخدته في البرة. بيست اه البرازاية المسؤول عنه اسمه بلازموديوم. ماشي? وزي ما انتوا عارفين البلازموديوم كميم في منه سبيتشز سبيتشز يعني ايه? انفصائل. البلازموديوم سبيتشز اربعة. فيفكس ووفال وفالسي بيرام ومالاري. ماشي? يبقى عندك اه اهم هاجه ان المالاريا بتس اه البرازاية المسؤولة عنها اسمه البلازموديوم. والبلازموديوم سبيتشز اه ياما فيفكس ياما اوفال ياما فالسي بيرام ياما مالاري. اه الترانسميشن بتاع المالاريا بيحصل عن طريق ايه? بيطلع بيحصل عن طريق البيت او فيميل انوفلس موسكيتو. اللي هي النموسة اه اللي اسمها انوفلس بس مش اي نموسة الفيميل لازم الفيميل ماشي اه ده اول روت اوف ترانسميشن تاني روت اوف ترانسميشن اللي هي تشيرينج نيدلز اند بلاد ترانسفيوزن اللي هو تلوص الدم يعني ماشي لما تستخدم مثلا ابرى مطرح واحد كان عنده مالاريا او ان انت تاخد دم دايريكت من واحد عنده مالاريا اه دي كده معلومات بارة يعني ما لنشدعه بيها هنشوف بس هنبص على اللايف سايكل سريعا كده اه بتبتدي اللايف سايكل منين من على الشمال هنا ادي الانوفلس موسكيتو بس خلي بالك الفيميل مش الميل ادي الاسكن اه هيا بتعمل بايت الاسكن بتقوم منزلة الاسبوروزويتز الاسبوروزويتز داير بتمشي في الدم من غاية مضروح للليفر وتقوم عاملة اه طريق من اتنين خلق سيبك من الطريق اللي على الشمال دا دلوقتي وخلينا هنكمل في الطريق ده هتقوم عاملة انفكشن للهباتوسايتس اللي موجودة وبعدين اول ما تدخل الاسبوروزويتز داير جوة الهباتوسايتس هتقعد تتكاصر تتكاصر وهتقوم مكونية لحاجة اسمها هباتيكشايزوند او الدكتورة برضو قالتها في المحاضرة اسمها هي الاتنين واحد تمام اه تيش شايزوندول لما يوصلوا العدد معاين هيعملوا رابشر رابشر هيفرقعوا ويقوموا نازلين في الدم هيقوموا نازلين في الدم فحاجة اسمها ميروزويتس. الميروزويتس ده تقوم. هتصيب الار بي سيز. ماشي. وبعدين تقوم تحورها لحاجة اسمها تروفوزويتس. سيبكم منها. اه تروفوزويتس زيت بس المهم ان هي ليها طريق من اتنين. اما تقوم كونا بلاد شايزونت. والبلد شايزونت دوت. يقوم عامل برضو رابشر ويصيب ار بي سيز تانية وهكذا تكمل السايكل. يا اما ان هم يكونوا جميتو سايتس. جميتو سايتس دهت اللي هي الامشاج اللي هي بتبقى ميل وفي ميل جميتو سايتس. وبعدين جميتو سايتس دول لما تيجي النموسة تعد الراجل ده التاني. تعد الشخص ده تاني يعني. تقوم شافطة جميتو سايتس دول. يقوم داخلين جوه النموسة. يعملوا آآ سايكل. يبقى خلي بالك ان السايكل اصلا بيبقى عبارة عن ايه? عبارة عن حاجتين. اما بتحصل جوه الهيومان وسيكشوال سايكل جوه النموسة. كل اللي حصل دوت حصل عن طريق ايه? حصل عن طريق ماي ميتوتيك ديفيجنز. ميتوتيك ديفيجنز اللي هي الانقسامات الميتوزية. انما الا استيكشوال سايكل حصلت جوه النموسة. ان هو لما حصل الميل والفي ميل جميتو سايتس اتتحدوا مع بعض. تمام? وبعدين لما هيتتحدوا مع بعض هيقوموا للي سبوروزويتس واللي سبوروزويتس ومنازلة وهي كز سايكل آآ تكمل. في بس حاجة عايزين آآ نوضحها. ان الوقت بتاع الربشر آآ للبلوت شايزونت ديت لما تيجي تربشر ده الوقت اللي بيحصل فيه الاعراض او اللي بتزهر فيه الاعراض على الشخص ده. آآ واهم الاعراض ديت بقى طبعا زي الفيفر يعني احنا عارفين الاعراض بتاعة المالاريا. تمام? فعشان كده حتى بيقول لك المالاريا كات ايه? آآ حمى بتروح وتيجي بيبقى اسمها ريلابسنج فيفر. تمام? لي ريلابسنج عشان تقوم على ما ديت تقوم صايب وتتقاصر تتقاصر وبعدين تقوم فرقعت ومعامل الاعراض. بعدين تصيب الاربسيز وهكزا. تمام? آآ دي حاجة. في حاجة بقى اللي احنا كنا سيبناها في الاول خالص هنا كده. لما بتصيب الهيباتوسايتس. آآ مش كلهم بيكملوا في الطريق بتاع الهيباتك شايزونتو الكلام ده. في منهم بيقوم داخلين جواه الهيباتوسايتس ويناموا. عشان كده بيسموهم الهيبنوزايتس. هيبنوزايتس جاية من الهيبنوزايتس اللي هي النوم. تمام? طب الهيبنوزايتس دول يعني ايه بيبقى برا عن حاجة اسمها دورمنت فوكس. يعني فوكس يعني نقطة ودورمنت يعني خاملة. فالنقطة ديت ممكن يحصل لها اكتيفيشن بعد سنين وتكون انت عالقت الشخص والشخص عايش سنين وهو كويس وبتاعه. هتعمل لي حاجة اسمها ريلابس. ريلابس يعني ايه يعني انت كاسة. تمام? فالفكرة دي في الهيبنوزايتس ان انت لما تيجي تعالج شخص ااا معين ااااا لما تيجي تعالج يعني شخص في حتة معينة لازم تديله دواء يقضي على هيبنوزايتس داية. له? لان الهيبنوزايتس داية بتتسبب منوعين بس من البلازموديوم اللي هم البلازموديوم فيفاكس اول اتنين دول فيفاكس والوفال. يبقى نخلي بالنا ان الفيفاكس والوفال هم اللي بيبقوا مسؤولين عن الهيبنوزايتس دول. فلما تيجي تعالج شخص عنده بلازموديوم فيفاكس او بلازموديوم اوفال لازم تديله دواء يقوم معالج الهبنوزايتس ديت طيب انا اعرف من ان هم عندهم فيفاكس او اوفال هقول لك اصلا هم موجودين في اماكن معينة فمثلا يعني مثلا مش معلومة حقيقية يعني ان واحد راح مثلا ايه راح طوخ وجاله مالاريا هناك يبقى طوخ ديت من الحتة اللي هي المشهورة اللي فيها فيفاكس او اوفال فهو انت بتعالجه هتعالجه ضد المالاريا اللي هي الاطوار ديت كلها وكمان هتعالجه ضد الهبنوزايتس هتديله دواء يقوم معالج الهبنوزايتس ديت هي دي الفكرة يعني تمام كده احنا خلصنا اللايف سايكل بتاعتها اه في حاجة بس عايزين نقولها يعني في الاول عشان هتساعدنا في العلاج ان انا لو منعت الاسبوروزايتس ديت ان هي تصيب الليفر يبقى انا كده عملت حاجة اسمها بروفلاكسز تمام بروفلاكسز يعني ايه يعني وقاية طيب هل الموضوع دوت موجود لا الموضوع ده مش موجود مفيش دواء بيقضيلي على الاسبوروزايتس قبل ما تروح تعمل تروح تصيب الهباتوسايتس فللاسف الموضوع دوت مش موجود فهنخش على النقطة اللي بعدها في دواء اه يقدر يقدر يمنع لي التكون بتاع الشايزونت ديت يعني يقدر يمنع بتاع الاسبوروزايتس جوه الليفر سيل ديت وان هما يكونوا شايزونت اه اه يبقى الموضوع ده اسمه ايه ده اسمه بروفلاكسز بس خلي بالك ان انت اه يعني خلي بالك ان الليفر سيل اتصابت فعلا يعني انت ما عملتش وقاية تم تمام؟ فيبقى الاولانية خالصة اللي هي تقضي على الاسبوروزايتس ديت يبقى انت عملت ترو بروفلاكسز ترو يعني ايه يعني حقيقية بروفلاكسز حقيقية انما الهيباتيك شايزونت ان انت منعت الهيباتيك شايزونت ان هي تتكون دي بنسميها كوزل بروفيلاكسز كوزل يعني ايه يعني انت منعت الكوز اللي بيسبب لي المرض ان هو يتكون هو اصلا الهيباتيك شايزونت دوت السبب اللي بيخلي المرض يتكون ده كان ازان الفجر يا شباب نكمل الموضوع بتاعنا بقى احنا وقفنا على ايه وقفنا ان انت لما منعت الهيباتيك شايزونت ديت ان هي تتكون يبقى انت كده عملت كوزل بروفيلاكسز ان انت منعت الكوز بتاع الدزيز دوت ان هو يتكون ان انت يعني بالاخر منعت الميروزايدس طب يعني ايه ان انت منعت الدزيز ان هو يتعمل اصلا خلي بالك ان الملالية ديت مرض دم ماشي مرض في الاساس هو مرض دم مش مرض ليفر خالص عبارة عن برازايد بيصيب الدم ويقوم عمل لي اعراض طب فلو انت منعت الميروزايدس ديت ان هي تروح للار بي سيز يبقى انت كده منعت المرض ان هو يتعمل تمام يبقى انت كده عملت كوزل بروفيلاكسز كوزل بروفيلاكسز طيب هنقوله بعدين يعني معلش لو مش واضح من كلامي ولكن خلينا مع الرسمة بس وكل حاجات توضح بعدين تمام طيب يا سيدي لو انت منعت بقى يعني لو الميروزايدس خلاص عدت وراحت سابط الار بي سيز ماشي اآة واقامت عملت مولتيبليكيشن وقامت مطلعت شايزونت ديت ام اطلعت وعملت الاعراض لو انت مناعت الموضوع ده ان هو يحصل لو انت مناعت ده تانية تتكون يبقى انت كده عملت يعني ايه بقى اصل خلي بالك المرحلة اللي بعد كده هي المرحلة اللي هيظهر فيها الاعراض ودي اللي احنا بنسميها المرحلة اللي بيظهر فيها الاعراض فلو انت عملت قبل المرحلة ده يبقى انت عملت يبقى انت عملت يبقى انت عملت وقاية من اللي هتظهر بعد كده تمام يا سيدي يبقى معلش الموضوع ده بي لخبط شوية بس هيبقى مهم. اه لو انت منعت الاسبروزويتس ديت ان هي تروح تصيب الليفر يبقى انت كده عملت ودي مش موجود. تمام? عشان ايه نقضي عليها. اللي بعد كده موجود. طيب لو انت منعت ان الاسبروزويتس ديت ان هي تنقسم وتكون لي هباتك شايزونت يبقى انت كده عملت ايه? يبقى انت عملت ماشي. طب لو انت اه سوريا يا شباب. انا كان قصدي قصدي معلش انا لخبطت فيها انا معاكم. اه قصدي لو انت منعت ان الهباتك شايزونت ديت تكون الميروزويتس يبقى انت كده عملت كوز البروفيلاكسز منعت الكوز بتاع الدزيز ان هي يروح يوصل للدم. تمام? طيب لو انت منعت بقى يعني لو الميروزويتس وصلت خلاص للاربيسيز بس منعتها ان هي تنقسم. يبقى انت منعت البلاد ستيج شايزونت دوت. يبقى انت كده عملت ايه? رحقت المرض قبل ما ما يظهر عليه الاعراض. تمام? طيب يا سيدي لو شايزونت ديت انقسمت خلاص وقامت انفجرت وقامت مطلعت الشايزونت ديت. وانت جيت بقى قضيت على الشايزونت اللي طلعت ديت. يبقى انت كده برضو عملت بس كيور يعني سي يو ار اي ليه علاج. يبقى انت كده ما عملتش بروفيلاكسز ليه باشا لان خلاص المرض زهر. الاعراض زهرت. يبقى انت كده ما تقدرش تسمي نفسك بروفيلاكسز. يبقى نفهم من كده ان كلمة بروفيلاكسز هي كل حاجة قبل ظهور الاعراض. تمام? كل حاجة قبل ظهور الاعراض. طب فاضل ايه في النموسة تاني نقدر نموته? عندك الجاميتوسايتس ديت. ديت مرحلة مسلا ممكن ان انت تقدر تموت البلازموديوم ديت عن طريق ان انت هتموت الجاميتوسايتس بتاعتها. بس ديت انت هتستفيد منها بايه? هتستفيد منها ان الشخص ده ما يعديش حد تاني. يعني ما من لما النموسة تيجي تقرسه او تيجي تعده. ما ما تاخدش الجاميتوسايتس ديت وتروح تاعد حد تاني. ما تكملش السايكل بتاعتها. تمام? اه دي مرحلة عندنا انها كيلنج الجاميتوسايتس. اخر مرحلة عندنا ان انت بتقوم قاضي على الهبنوزايتس ديت. ولو افتكرنا الهبنوزايتس ديت اللي هيك بتحصل نتيجة البلازموديوم فيفكس والبلازموديوم اوفال. تمام? لو انت قضيت على الهبنوزايتس ديت يبقى انت عملت راديكال كيور. يعني انت عملت علاج جزري. جبت المرض من كل جزور وخلاص ما فيش اي 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 حاجة فضلة اه من ريحة البلازموديوم دوت خالص. تمام? اه اتمنى تكونوا فهمتوا الحتة ديت. وندخل بقى على الكلام اللي هو ايه النظري بقى. يبقى احنا قولنا في الاول خالص يعني انت ما تقدرش اصلا اه تمنع ان هي تروح تعمل يبقى طيب تاني حاجة عندنا ان انت بتقتل البرازيت وهو جوه الليفر. ماشي ما بتخليهوش يفرقع ويدخل جوه الدم. الادوية اللي بتعمل كده اسمها برو جوانيل وبريما كوين. برو جوانيل وبريما كوين. برو جوانيل وبريما كوين. احفظوا اصميم دلوقتي وهقول لكم على طريقة احفظوا بها احسن من دي. تمام? اه الحاجة اللي بعد كده اللي هي اللي انت قضيت على البلازموديوم قبل ما يعمل الاعراض. تمام? كيلينج زا برزايت السون الزريتش زا ار بي سيز. قبل ما يقوم فرقع ويعمل الاعراض. الادوية اللي بتعمل كده اللي هما البروجوانيل وكلوروكوين. فاكرين الكلوروكوين دوت اللي هو كان كوين اللي بيقوم يقضي على التشو اميبيز او الليفر اميبيز صح? تمام? طيب اللي بعد كده بقى اللي اسمها السابريسيف او كلينيكال كيور اللي انت خلاص الاعراض ظهرت بس انت ايه بقى يعني ما هتحتاج تعالجه برضو. فهتقتل البرزايت وهو جهو الار بي سيز بعد ما فرقعت خلاص. اللي بيعمل كده كلوروكوين والبايريميسامين. كلوروكوين وبايريميسامين. ماشي معلش ما تدقوش من الاسمي دلوقتي يعني هنضبطهم بعدين. بس خلينا نكمل الموضوع ده بس. كيلنج الجاميتوسايتس. كيلنج جاميتوسايتز زيت عشان تمنع ايه? عشان تمنع ان البرزايت يكون الليف سايكل بتاعته. يكون السكشوال سايكل بتاعته جوه النموسة. اه وزيت المسؤول عنها برضو كلوروكوين وبايريميسامين وبريماكوين. يعني لو ناخد بالنا ان دي اصلا اضعف منطقة. البرزايت ممكن يموت فيها. تمام? لان معنى كده ان فيه تلات ادواب يشتغلوا عليه. اخر حاجة وهو ودوت اللي هو بنقتل فيه الهيبنوزايتس. الهيبنوزايتس اللي هي بتكون دخلة جوه الليفر وعايشة فيه نايمة. وبعدين بيحصل لها بعدين. ودوت اللي عشان كاسمه يعني علاج جازري. توبريفينت ريلابس اه والمسؤول عنه هو البريما كوين. ماشي? طيب احنا دلوقتي مش هنعرف نحفظهم بالمنظر ده. وانا اكيد مش هنعرف احفظهم بالمنظر ده. يعني اجعص واحد فيك ومش هنعرف يحفظهم. فالدكتورة مشكورة في المحاضرة عملت جدول. ماشي? اه جايب لك الادوية اللي احنا قلناهم قبل كده. وكل دوة بيعمل ايه? تمام? طيب اه طريقة التحفيز اسهل منها فقه ان انت هتاخدهم اتنينات. ماشي? هتاخدهم اتنين بيكملوا بعض. يعني ايه كل اتنين بيكملوا بعض. بصي ياسي دي الكلوروكين دوت ايه? اه الكلوروكين بيعمل وبيعمل لو خدت بالك ان هو خد الاتنين اهو صح? تمام? يبقى اي هتفتكرها هيجي في دماغك على طول الكلوروكين. اه ومعها بيقتل الكلينج لجميط صايد بس هنركنها على جنب دلوقتي. اه يبقى ايه اللي فاضلك كده? انت افضل لك الكوزالبروفيلاكسس والا راديكالكيور. تمامセ kaikس اكيد الي اتنين دول بيكملوا بعض. لان نقل قبل كاللي فاضل اصلا فاما هما كانوا ستة. ايه اول شخص قبل فوق البروفيلاكسس بعدين كوزال بروفيلاكسس بعدين كلينيكال بروفيلاكسس بعدين كلينيكال كيور اه وبعدين كيلنج الجاميطو سايدز وبعدين الراديكال كيور ها تمام صح ؟ اه تعالوا نارجع عليها عشان تفتكروا اهي اول شيء نوترو بروفي لاكسي هو ما كانتش موجودة اصلا فده مش هنحسبها اه كوزال بروفي لاكسيز واحد كينيكال بروفي لاكسيز اثنين اه تلاتة كيلي كالك يور اربعة كيلينج الجاميتو سايت اه خمسة الر taxes تمام يبقى الكلوروكين اخد اثنين اخد اثنين اللي هم فيهم كيلي كالكال كيلي كالكال بروفي لاكسيز وخد الكالك يور البريمة كوين بقى بياخد اللي هم غيرهم والاتنين مع بعض بيقتلوا الجاميتوسايدز خلي بالك ان الجاميتوسايدز ده قد اضعف حلقة واضعف سلسلة في البلازموديوم فالاتنين مع بعض بيقتلوها طيب يا سيدي ناخد الاتنين اللي بعدهم بقى هم البروجوانيل والبرايمي بايريميسامين مكتوبة هنا غلط معلش بايريميسامين فيه المفروض وي هنا بعد البي البروجوانيل بيموت بيعمل كوزة البروفيلاكسز وبيعمل كلينيكال بروفيلاكسز كوزة البروفيلاكسز وكلينيكال بروفيلاكسز ما خدش الاتنين كلينيكال معلش تمام والبايريميسامين بقى هيكمله هيكمله مين اللي فاضل في الخمسة هيبقى الكلينيكال كيور والكيلينج جاميتوسايدز والراديكال كيور صح بس الراديكال كيور مش موجودة فبقى دي بقى اتفكرك ان حاجة مهمة جدا الوحيد اللي بيعمل الراديكال كيور هو البريمي كوين أو البريمة كوين يبقى افتكر البريمة البريمة هو اللي بيميزه حاجة خاصة بيه الردكال كيور معلش التحفيزة يعني مش حلوة قوي بس تمشي الحال يبقى كلوروكين هو خاد الاتنين كيلينيكل وكيلينيكل كيور والبريمة كوين تفتكر من بريمة انه هو خاد الردكال كيور وبعدين هيقوم يكمل هيكمل في الكلوروكون الكلوروكون بيريما ميوس كم يقضي بيريما ميوس على خبال وي ستكلم بيريما كوين بس. الجدول دوت انت تستنى قبل الامتحان بتقيقة واحدة يعني ايه تحفظه مرة وتقوم بصص فيه قبل الامتحان بتقيقة واحدة وبعدين تدور عالسؤال بتاعه وتروح تحله. مالوش حل غير كده معلش. يعني انا حاولت احفظه على قد مقدر يعني. تمام? معلش الجزء بتاع الانتي مالاريا دوت طاول شوية بس احنا خلاص خلصناه. اه بيتكلمك بس عن الكلوروكين كده يعني سريعا. اه وكله كلام قديم ما تقلووش يعني. اه اول حاجة الميكانيزم بيعمل ايه? بيعمل ايه او ار ايه. ماشي يا سيدي متشكرين. اه اليوزز بتاعته بس بيتستخدم في ايه? بيستخدم طبعا اللي احنا لسه قيلينه اللي هما الاتنين وماشي بيبقى بيبقى ماشي مشكلة مع عادة ايه? دي اللي تتحفظ بقى دي نقطة الامسك يو. البلازموديوم فالسي بيرم. البلازموديوم فالسي بيرم. البلازموديوم فالسي بيرم. تمام? ونفتكر ان البلازموديوم فالسي بيرم هي اللي فيها اف. عشان كده بتتعالج بدوة في اف. اللي هو المفو. اه المفلو كوين. المفلو كوين. اخوه اللي في اف. تمام? يبقى الفالسي بيرم اللي فيها اف. هي اه كلوروكين مش هيقدر عليها. فانبعث لها اخوه اللي في اف. اللي هو المثلوكوين ده بيستخدم في الكلوروكين resistant case يعني لو أنت لقيت واحد عنده بلازموديوم عنده أعراض البلازموديوم ومجد تعالجه بكلوروكين ما متعالجش يبقى عرف انه هو عنده بلازموديوم flesibrium يبقى تجيب له أخوه اللي هو المثلوكوين بيستخدم برض في الانتي اميبيك اللي هو الهباتيك اميبييز لست اخدينه من شوية وبيستخدم انتي انفلاماتوري في حالات روماتويد ارسيرايتس اللي هي التهاب المفاصل يعني. اه التهاب المفاصل الروماتزمية. ده بيستخدم بدوس كتيرة وبيستخدم في فترة طويلة يعني ايه? ما علينا منه يعني. تمام? اه اخر حاجة بس عندنا بتاعته انه هو بيعمل يعني بيعمل هارش والتهابات في الجلد وبيعمل الوبيشيا. الوبيشيا دي يعني ده تساقط شعر. تمام? اه مهم انه هو لما يحصل له يحصل رابد اي في انجيكشن. لما يكون يعني شخص عنده اكيوت كيس ان هو حالته صعبة شوية. فانا مستعجل ان انا عالجه. فقم تمديله رابد اي في انجيكشن. بيعملي هايبوتينشن وبيعمل حتى كاردياك ارست. كاردياك ارست اللي هي ايه? ان القلب يوقف يعني. تمام? وهايبوتينشن اللي هو نقص في ضغط القلب. اه نقص في ضغط القلب. تمام? اه اخر حاجة زي ايه اللونج تير ميوز? لما يجي مسلا عالجه في حالات الروماتويد ارسرايتس. صح? اه لما اجي استخدمه على المدى الطويل معلش الحاجات بتبوز دلوقتي. اه زي في حالات الروماتويد ارسرايتس. اه ممكن يعمل لي اه ريتينوباسي. ريتينوباسي دا يعني ايه? يعني مرض في الريتنا. تمام? واوتو تكسيستي اوتو دا يعني ودان وتكسيستي يعني تسمم يعني تسمم في الودان يعني بيروح يأثر على على السمع. طبعا مش هيجي يعني على الودان اللي هي بره دهية. لا المقصود بيها ان هو بيأثر على السمع والبصر. تمام? يبقى الكلوروكين معلش تاني بتاعته ملهاش تحفيزة. ويعني ما هيش مهمة او الدكتورة يعني ايه يا دوبك عدت عليها كده. برورايت سودرمتايس والوبيشيا. اه دي حاجات جوا الجلد ماشي. اه بعدين حاجات جوا القلب لما يتخذ رابد اي في انجيكشن. وبعدين في اللونجيترميوز بيعمل ريتونوباسي واوتوتوكسيستي. اه ده كده كان الانتي مالاريال دراجز. اه نكمل اخر موضوع عندنا بقى واخر عنوان عندنا هو الانتي المنسك دراجز اللي هي الادوية اه اللي ضد الديدان او اللي بتعالج الديدان. اه تعالوا بس نكبرها الاول. ماشي يالله. اه مبدان كده يعني حطت لنا الدكتورة حطلنا اه تسكرة بس كده الديدان اللي انتو خدتوها في البارا. اول الكلاس عندنا اللي هي نيماتوتز اللي اسمها الرواند ورمز. الكلاس التاني اللي هي تريماتوتز اللي هي الفلوكس والكلاس التالة لاسيستودز. اه طبعا النيماتوتز بقى زي الرواند وورم والهوك وورم والكلام ده انا مش عقود عايد الكلام ده يعني ايه اه انا اسيب لكم الاستولاد هنا. اه واقف الفيديو لو عايز انت تفتكرهم وابعدين ايه. يلا نخش في الكلام. اه ندخل بقى في الانتي هلمينتك دراكز اللي هو الكلام بتاع الفارما بقى. اه عندك الانتي هلمينتك دراكز بتقسمه مجموعتين. مجموعة اسمها انتي بالهريزيال مجموعة اسمها بروت سبكتروم. بروت سبكتروم يعني واسعة المجال يعني بتشتغل على انواع كتير من الهلمينتز. طب ليه بقى خاصينا بالذكر ان في حاجة اسمها انتي بالهريزيال. بصلي خلي بالك البلهريزيال ديت يعني مستوطنة جوا مصر. فالعلاق بتاع البالهريزيا مهم جدا ان انت تدرسه وتبقى عارفه هنا في مصر. تمام? انت بالهريزيا اللي بقى عندك اه اربع انواع من الادوية. البرازيكوانتيل وده قلت يعني ده النجم بتاعنا يعني ده بيش بقى شغال في حاجات كتير قوي. اه حتى انت لما كنت بتتزنق في البارة التريتمنت بتاع ان الدودة ديت ايه? تزنق قول برازيكوانتيل على طول. تمام? اه اللي بعد كده بقى الاوكزامينيكين والميترو ميتريفونات والميرازايت. معلش الاسامي يعني رخمة شوية بس يعني استحمل هون خلاص احنا بنخلص اوه. المفروض اصلا الاسامي ده تنتو كنو سامنا قبل كده يعني في البارة بس يعني ايه? يلا بقى معلش. اه البرودز بكترم بقى عندنا اللي هي بتشتغل على كزا نوع اللي هي البرازيكوانتيل وميبيندازول والقلبيندازول اخوه. وبعدين عندك ليفي ليفي ماسول وافر مكتن. تمام? البرازيكوانتيل وميبيندازول والبيندازول والليفي ماسول والايفر مكتن. اه نخش الاول في الانتي بالهريزيال. ماشي الدكتورة يعني ايه? هي شرحت بس البرازيكوانتيل والاكزامينكين والميترو فونات والميرازايت دوت يعني ايه? قالت اسمه في الاول وخلاص. فاحنا نعمل زيها هنقول هنقارن والأكزامينكين والميترو فونات اه اول حاجة الميكانيزم اه مبدئين كده انت لازم تعرف ان الثلاتة بيعملوا لو خدت بالك يعمل براثيسز ب chord thedérica and the difference راتي وهذه الخ 중요 처د Saints مطلقين الإيه tie dejع Tour المعروف ان أمان بحث التعداد فالذوه سيتم تفقد عنيف هيقوم مدخلة في باراليسز. حاجة اسمها باستيك باراليسز. باستيك باراليسز دوت اللي هو يبقى ايه متخشبة مش قادرة تتحرك. تمام? آآ فهي طبعا بالهاريزية ده بتقوم ايه? بتكون مسكة ببقها بالشبه الخطاف دوت بتكون مسكة في الوول بتاع الفيسل صح? عشان تتغزى من الدم. فتقوم فكة بقى منه لما يحصل لها باراليسز وتقوم تجري في طيار الدم وتوصل للليفر وبعدين الليفر يوم ايه مموتها. تمام? الاكزامنكين بيعمل ايه برضو? بيعمل بزورما بس الدكتورة ما قالتش الميكانزم بتاعتها فخلاص مصلحة ان هي ما قالتش. بعدين بتقوم برضو وبعدين تروح لليفر ويحصل لها برضو. تمام? المتريفونيت برضو الدكتورة ايه? قالت الميكانزم بتاعته ان هو بيعمل للدودة. يعني ايه هو هو كولين استريز دوت بيعمل ايه? بيدمر والاستيتيال كورين دوت هو المسؤول عن المسل كنتراكشن. اللي هو بيبقى موجود في النيرف تر من الفاكرين من الفيسيولوجي صح? طيب لما انا ادمر الكولين استريز اللي هيحصل الاستيتيال كولين هيبقى موجود بكسرة فهيحصل المسل كنتراكشن اللي هي بيبقى اسمها بلوك. بلوك يعني ايه? او يعني بيحصل بشكل عنيف والبلوك ديت معناها ان الديبولاريزيشن دوت ما بيفكش وبيفضل موجود على طول وبعدين كمان بيحصل بعده باراليسز فيقوم عاملك ايه ان الشستسومة او البلهاريزية تفك برضه وتروح على الليفر وتقوم ايه يحصل ليه هادس تمام واحنا اخذ اخذنا البرازيكوانتيل والاكزامنكين والميتروفونيت ان هما الميكانيزم في اكشة بتاعتهم باراليسز 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 يعني ايه باختلاف الميكانيزم بilahيس الاثنين او الثلاثة في الاخر النتيجة النهائية بتاعتهم ان هما بيحصل لهم باراليسز البريسكوانتيل بقى قالك ميكانيزم زيادة ان هو بيحصل له بيعمل هو ايه تيج منت دوت انتو مفروض خددوه طبعا في البارة ان هو الغلاف اللي بيغلي في الدودة من برها فلما يقوم عاملzeń مالاخر يعني ايه من الاخر يضمرو يعني يقوم شايل الغلاف اللي على الدودة اللي بيحميها دوت في ايه يحصل ان هي تبقى معرضة اكتر ان هي تتصاب و تموت تمام يبقى نخلي بالنا ان البرازي كونتيل ااا بيقوم ايه بيقوم شايل التجمنت من على الدودة ويقوم مموتها الاكزام نيكين بقى في حاجة مميزة ان الفيميل بيحصل لها سيرفايفنج سيرفايفنج يعني ايه يعني بتانجو تمام احنا عارفين طبعا ان لو الميل والفيميل اللي اتنين تعرضوا الحاجة الميل هو اللي هيموت والفيميل هي اللي هتعيش يعني دي معروفة في كل الفصائل تمام بس خلي بالك بقى يعني انت ما تخافش من الموضوع ده ليه لان الفيميل ده هتفقد قدرتها ان هي تحط الاكز اصلا بتاعتها تمام وكده كده الميل ماد فمش هتعرف برضو تحط الاكز بتاعتها تمام فعني ما تقلقش من الموضوع ده بس تفتكر ان الاكزام نيكين الفيميل ممكن يحصل لها سيرفايف منه ماشي وترجع للمزنتري ترجع للانتستين بس ايه ما تخافش ان هي اصلا مش هحصل لها اجلونج المتريفونيت خلاص يعني قفل الكلام على كده على الديبلورزيشن بلوك والبراليس تمام البرازيكوانتيل بقى احنا قلنا ايه ان ده الكنج بتاع كل الديدان تمام فيبقى هو بيشتغل على كل انواع الديدان يعني كل الفصائل افشستوزومة بيشتغل على كل بتاعت البرازيت اللي هي الادلت وورم الاماتورستيج والسيركاريا بيشتغل كمان على التريماتود وبيشتغل على السستود بس خلي بالك البرازيكوانتيل مهواش درج كامل 100% عيبه الوحيد هو النيماتودز 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 اللي هي تحت خالص البلاسفر معلش يعني اهم اصلا جملة في البرازيكوانتيل بس موجودة تحت بس ايه افتكرها ان هو ما بيشتغلش على النيماتودز مابيشتغلش على النيماتودز عيده للك اخر درج كامل 100% ليشتاعد على النيماتودز الاكسامدامنوكين بقي انت تستخدمها استخدمه كتابه لالبرازيكوانتيل لالبرازيكوانتيل اللي استخدامه WooThело في السرطه وهو السرطة في مركزم المنصوناي في الحالات اللي هي حتى قال لك إيه البرازيكوانتيل resistance يعني إيه البرازيكوانتيل ماشتغلش أو ما عملش نتيجة يعني تمام فيفتكر إن الأكزامنكين بيبقى يستخدم Second Choice في الشيستظومة منصونهي المتري فونيت برضو بيستخدم ك Second Choice ولكن في الشيستظومة هيماتوبيا ماشي برضو اللي هي البرازيكوانتيل resistance يبقى فتكر إن البرازيكوانتيل الجملة الإمسكتولي فيه إنه هو Non Not Effective Against Nematodes الأكزامنكين إنه هو Second Choice في الشيستظومة منصونهي تمام المتري فونيت إنه هو Second Choice في الشيستظومة هيماتوبيا ندخل بعد كده بقى بقى المقارنة البرازيكوانتيل والأكزامنكين والمتروفونيت side effects بتاعتهم تمام side effects يعني إيه ما هيش حاجات مميزة قوي تمام يعني حتى الدكتورة قالتهم كده إيه سريعا ما فيش على حاجة واحدة بس يلا أكدت عليه و هنقولها دلوقتي إنه ما فيش بس إن البرازيكوانتيل لما تاخده شورت اللي يعني بعد الادمنستريشن على طول بيعمل transient headache وdizziness وأبدوم للdiscomfort وبين يعني بيعمل صدوعة وبيعمل دوخة وبيعمل يعني عدم راحة في المعدة وبيعمل بين بيعمل واجعة في المعدة كلام فاضي يعني ما فيش حاجة بعد شوية أيام بيعمل drowsiness يعني إيه إن الواحد يبقى أيام دروخ أكتر low great fever anorexia nausea vomiting lose stool arceralgia يعني واجع في المفاصل myalgia واجع في العضلات يعني هي كلها حتى يعني إيه ما يعني مائعة شوية تمام بعد several days بقى يعني أيام أكتر بيحصل حاجة اسمها beroritis وسكين ريش beroritis وسكين ريش ديت ديت اللي مهمة شوية ليه لأن انت من ساعتها يعني لما الشخص يبتدي يشتكي من beroritis وسكين ريش أعرف إن البرازيكوانتيل كده اشتغل ليه لأن البروريتس وسكين ريش دول هم عبارة إيه ما عليش هنسيت أقول لكم beroritis يعني أكلان في الجلد وسكين ريش يعني إيه يعني طفح جلدي فتفهم الموضوع ده إن الورم ديت خلاص تحللت أو إن هي ماتت والمنتجات بتاعتها أو الفضلات بتاعتها ماشية في الدم فعملت إن هي يعني الجسم عاملها لأن هي foreign body يعني أن هي أجسام غريبة فكون لدها أجسام مضادة وعمل حساسية منها فظهرت على شكل beroritis وسكين ريش تمام حتى وبيقول لك due to release of the proteins from dead worm تمام هي ورم مش مكتوبة معلش بس يعني أعرف إن البروريتس وسكين ريش دي أدعت علامة إن البرازيكوانتيل فعلا نشتغل يبقى هي دي أهم صد عندنا تمام الأجسام نكين بقى آآ بيعمل لك حاجة مهمة جدا بيعمل لك إيه برضو خلي بالك ديزينيس ودراوزينيس وهدك دول برضو يعني البرازيكوانتيل عملهم بس المهم في الأجسام نكين إن انت عرف إن هو بيعمل سجارز 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 يعني إيه يعني تخان آآ تشنجات معلش سوري آآ تشنجات تمام وبرضو بيعمل إيه نوزيا وفوميتين وضيارية وعبدو من الولوج وريد فيفر وبروريتس ومش عارفية وورانج وتريد اسكالاريشن وفيورانت آآ يعني بيخلي اليورين بيبقى اورنج برتقاني تريد يعني أحمر ما 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 تهتموش قوي يعني لأن دي كلها ناني بس الاسبسيفك للأجسام نكين هو السجارز والاسبسيفك للبرازيكوانتيل بعد أيام بروريتس وسكين راش خلي بالك هنا برضو في بروريتس بس هنا ايه الفكرة في البرازيكوانتيل اللي هو بعد أيام كتير يعني تمام المتريفونيت برضو بيقول لك ايه بيعمل هيدك وسويتنج وفتيج وويكنس وديزنس ونوزيا وفومتنج يعني ايه آآ كلام فاضي كلام فاضي تمام آآ المهم بس عندنا للتلات أدوية اللي احنا قلناهم البرازيكوانتيل اكزام نكين ومتريفونيت آآ إنهما ممنوع إنهما يتخذوا في البرازيكوانتيل كلهم ماشي ويقول اكزام نكين عشان هو آآ ممنوع أو بيعمل ابليبسي بيعمل تشنجات فممنوع في الابليبسي اللي هو العربية ده انا نسيت الابليبسي يعني اه افتكرت يا شباب ابليبسي يعني سرعة تمام فآآ عشان هو يعني بيعمل السجرز اللي هي تشنجات فممنوع في الابليبسي الموضوع انه هو لكتشان شايلد بلو اربع يارز في البرازي كونتيل ده ات الدكتوره مقالتهاش فعني اللي عايز يحفظه يحفظه اه تمام بعد كده عندك الادفانتج بتاعت البرازي كونتيل يعني ايه مزايا البرازي كونتيل اول حاجة البرازي كونتيل ده اتواليك كينج اصلا بتاع كل الادوية بتاعت الانتيلمانسك درج لانه هو الدرج of choice on all speeches لانه هو بيستخدم في كل الاسبيتش افتكر معده ايه معده النيماتود تاني حاجة انه هو ليه نسبة شفاء علي high cure rate من 80% ل 95% تمام من 80% ل 95% ده ممتاز جدا 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 تالت حاجة ودي اللي هتحبها فيه اوي انه هو one day therapy يعني انت هتدي اصلا العيان اللي انت شكلك في اعراض بالهارزية هتقوم تدي له حبايتين برازي كونتيل وتقوم ماشيه بس كده خلاص موضوع خلص تمام اخر حاجة انه هو tolerated ليه لانه هو اده دوز واحدة ماشي وفيهم واحد وهم قرصين يعني اكيد الشخص دوته كمان رخيص فيعني ايه يعني الشخص يقدر يتحمل tolerated يعني يعني الشخص يقدر يتحمل وسيف حتى اللي هم خلي بالك ان البلهاريسية بتعمل بورتال فيبروز فحتى البرازي كونتيل بيعالج الناس اللي عندهم بورتال فيبروز نتيجة البلهاريسية يعني بيقضي على البلهاريسية حتى وهي عاملة كمان بورتال فيبروز وسيف ليه لانه انت يعني شفت السيد افكس بتاعته يعني كلها عبيطة معلش يعني ما احترامنا يعني لكل السيد افكس بس كلها عبيطة صح يعني ايه ما ابدو من البين ومش عارفه انوريكزيا وفوميتينج وهدج يعني كلها كلام فاضي يعني ما فاش ما فاش خطر على حياة الانسان تمام فهي ديت بتاعت البرازي كونتيل اه ديت كده احنا خلصنا اللي هم الانتي بالهاريزيال افتكر ان كان فيه بعد الانتي بالهاريزيال كان فيه حاجة اسمها اللي هي الادوية اللي هي واسعة المجال تمام الادوية الواسعة المجال طبعا يعني عيب ان احنا نقول الواسعة المجالリ�وية هو ما نقول ش برازي كونتيل والبنتزول واليفي ماثول وايفر مكتين معلش لا اسامي كتير بس اهم دول gün highlighter هنقولو من النهارد ان شاء الله تمام اه مقارنة كده سريعة ما بين الميبين دازول والقلبين دازول والليفي ماسول والأفرمكتن انتخذت قبل كده في الانتي اميبك الميتروني دازول والاخوه التني دازول وكان اخرهم دازول تمام بس خلي بالك هنا دول اخرهم بين دازول تمام دول يعني ايه شفت الاختلاف اه الميبين دازول والقلبين دازول اخرهم بين دازول يبقى دول بتوع الانتي المينسز انما التانية بتوع الانتي اميبك ماشي ودول ليفي مسول ديت بالاس مش بتزد فعشان كده اه تبقى مختلف عنهم وده معلش يعني حسواكة زيادة بس يعني ايه اه اي حاجة عشان نحفظ بس. تمام? اه مقارنة سريعة ما بينهم كده المبندازول والبندازول الاتنين نفس الميكانيزم في اكشن بالزبط. يعني خدت بالك هما الاتنين مشتركين في اخر مقطع في الاسم او مشتركين في الاسم كله تقريبا فاكيد هيعملوا نفس الاكشن. تمام? اه بيعملوا ايه بقى? بيعملوا الاكشن التاني ان هي بتعمل انهيبت الجلوكوز ابتيك الجلوكوز دوت اللي هو مصدر الطاقة بتاع الدودة دوت. فهي بتعملوا انهيبشن فبتموت الدودة. الالبندازول برضو نفس الكلام انهيبت المايكرو تيبول سينسز وانهيبت الجلوكوز ابتيك. اه هناخدهم يا شباب اتنينات اتنينات ماشي? هناخد الاتنين دول مع بعض وبعدين الاتنين دول مع بعض. اه المبندازول بقى بيستخدم في ايه? بيستخدم في ويت سبكترم اوف نيماتودز. تمام? يبقى افتكر بقى ان المبندازول والالبندازول دي اول كلامنا على النيماتودز. اللي هما مين فوتهم? اللي هو اللي فوتهم البرازي كوانتيل. تمام? اه مين بقى النيماتودز اللي بيشتغل عليهم? بيشتغل على الاسكاريس والانكل ستروم والبين وورم والترايكوريس والسترونجلويتز. هفكر لكم في اسكيمة. اه الاسكيمة اللي هي كلمة باست بي اي اس تي. اه اللي هي اه اسكاريس وانكليستومة. وبعدين الاس اللي هي سترونجلويتز. وبعدين التي اللي هي ترايكوريس ترايكوريس. تمام? ماadata ان ولاه لو فادت فادت ما فادتش بقى ان يا ربنا معاكم. اه تمام? يبقى عندك البين وورم وبعدين الاسكاريس والانكليستومة. وبعدين السترونجلويتز وابعدين الترايكوريس. اه البندازول بقى اللي هو اخو المبندازول بيبقى برضو زي الم이� OES. زايد انوه بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على السستودال انفكشن بيشتغل على ايه كمان؟ بيشتغل على التنيا سوليا والهايدات يبقى كده معنى كده ان البندزول افضل من الميبندازول لا هقولك ليه بقى? اصل بيشتغل على حاجة زيادة عن البندازول ما يعني ما ينفعش الموضوع بقى بالسهولة دي. الميبندازول بيشتغل لنليه يعني ايه? يعني مش بيشتغل على الدودة بس. لا كمان بيشتغل علىство بتاعتها على البيضة بتاعتها. تمام? اه بيشتغل على انهي انواع بقى بيشتغل على ثلاث انواع بس. مش ومش الخمس انواع اللي فوق الدول لا بيشتغلها لها تلك انواع بس. انه عين اللي بحرف ال A و T تمام؟ انه عين اللي بحرف ال A و T اللي هم الاسكارس والانكليستوما والترايكوريس. يبقى افتكر ان انت هنا في الاسكيمة بتاعت الميبين دا زول خد بسط B A S T اللي هي بين وورم واسكارس انكليستوما سترونجولويد و ترايكوريس. انما الاوفي سايدل انت وقعت ال B وقعت ال S تمام? ففضلك ايه? فضلك الاسكارس والانكلستوما والترايكورس طيب البندازول بيشتغل زي المبندازول تمام زائد ان هو هو معنى ان هو بيشتغل زي المبندازول يبقى ايه هو المفروض معنى كده ان هو برضو فيعني امعرفش يا الدكتورة ما قالتاش في المحاضرة بس يعني طالما هو قال زي المبندازول يبقى هو بيشتغل برضو فيعني هي المفروض ان هي فعلا كده يعني تمام فمعليش معلش دي غلط من عندنا عندي غلط من عندنا يبقى معنى ان البندازول يبقى فعلا هو افضل من المبندازول البندازول بيشتغل برضو ان هو بيشتغل على كل بسط دول زائد عليهم كمان التنيا سوليام والهايدات الدزيز التنيا سوليام والهايدات الدزيز ما لش انا اسف على الغلطة دي نيجي بقى على الفاضل بعد كده اللي هم الليفاميسول والإيفرمكتين الاتنين دول برضو مع بعض هناخدهم مجموعة لان هما الاتنين نفس الاكشن مع بعض بيعملوا ايه بيعملوا باراليسيز اوف الورم والإيفرمكتين برضو بيعمل باراليسيز بس خلي بقى لك فلاسد باراليسيز ديت يعني ايه يعني بدل ما بيخلي الدودة ان هي تكلبش جامد لا فلاسد ديت يعني ايه بيخليها مراخراخة خالص ليه لان هو بيزود حاجة اسمها الكولورايد انفلكس بيدخل الكولورايد جوه الخلايا فهو اللي بمسؤوله عن 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 الفلاسيد براليسس دوت. تثيبك من الكلورايد ريفل انفلاكس دايت. فكفاء ان انت ترقص ان هو بيعمل براليسس وخلاص. ماشي? اه اللي بمسؤول بقى الاكشن بتاعه بيموت انه نوع من الديدان بيموت اللي كانوا اوفيسايدل. اللي خدناه قبل كده اوفيسايدل اللي هما ال ا ا تي. اللي هما الانكلستوما والاسكاريز والترايكورس تمام? اه ليس افكت اجينيس الترايكورس مازل علينا. يعني المهم ان هو لي افكت وخلاص. تمام? يبقى هو بيشتغل على اللي كان هو اوفيسايدل في المبينزول. يبقى نفهم من كده ان دا دا ميت خالص. هو تمام? اه يبقى الليتر بيشتغل على اللي هما كانوا اوفيسايدل بس في المبينزول اللي هما الاسكاريز والانكلستوما austから Sleep اه بعد كده عنده اميون تومنلانت ان تريتمنت اوف كنسر. اه معرفش الدكتوره قالت ان هي بيشتغل على بس بس ما قالتش ايه الميكانيزم. وانا صراحة دورته ما لقيتش يعني برضو ما عرفتش كان الدكتورة اصدق ايه. فمعلش يعني ايه? اه حافظتها حافظتها خير وبركة ما حافظتاش يعني ايه مع لا يكلف الله نفس ان الا وسعى. تمام? اه خلينا بس في المهم دلوقتي ان بقى قلنا ان الميكانيزم في اكشن بتاعنا هو بيعمل بيعمل بيشتغل على ايه? بيشتغل على النيماتودز والسترونجلويدز. بيشتغل على النيماتودز والسترونجلويدز بس. النيماتودز والسترونجلويدز. النيماتودز والسترونجلويدز. تمام? اخر حاجة خالص اخر شريحة معنا. وانا انا عارف معلش صدعتوكو. بس مش بايدي والله انا لو علايا يلغي من عليكو. اه هنتكلم عن السايد افكتز بقى بتاعة الاربع ادوية دول. الميبندازول والالبندازول والليفاميسول والاليفرمكتن. خلينا نتفق انه هم في الشورت تيرم. الشورت تيرم يعني ايه ميضا القصير بيعملو جي اي تي ابسد كله. تمام? اه بس اقال لك ايه بقى يعني لازم يرخم عليك برضو. ان في الليفاميسول احنا قلنا ان هو ليه استخدامين. ليه استخدام ان هو بيشتغل على الاي اي تي اللي هما الانكلستوما والاسكاريس والترايكوريس. وبيشتغل كمان اللي هو الاميونوستيميلونت دوز. فيبقى هو في الانتهلمينسك دوز اللي هي بيشتغل على الديدن بس بيعمل جي اي تي ابسس. انما الاميونوستيميلونت دوز ديت بيعمل حاجات تانية. تمام? اللي هي الهيباتو تكسيستي والبون مارو دي بريشان. وبيبقى تيراتو جينيك يعني ايه بيبقى ليه اه بيعمل اه اه اللي هي عيوب خلقية يعني لما السيت تكون حامل وتاخد الادوية ديت. تمام? فيعني معلش ايه معلش بجملة المعلشات. تمام? يبقى نفقى من كده ان الاميونوستيميلونت دوز ديت بتبقى اكبر من الانتهلمينسك دوز. وبتعمل ايه بتعمل هيباتو تكسيستي وبتعمل بون مارو دي بريشان وبتعمل تيراتو جينيك. الايفر ميكتن برضو نفس الكلام خدنا ان هو بيشتغل على النيماتوز والسترونجولويدز. الجرعة بتاعت السترونجولويدز اصغر شوية من بتاعت النيماتوز. فعشان كده الجرعة بتاعت السترونجولويدز بتعمل ميل دي جي اي تي ابسد. انما بتاعت النيماتوز بتعمل كل الكلام اللي تحت ده. تمام? فيبقى معلش لو قالك الدوز بتاعت السترونجولويدز في الدوز بتاعت السترونجولويدز هتعمل ميل دي جي اي تي ابسد. والجرعة بتاعت الانتهلمينسك دوز بتاعت الليفاميسول هتعمل جي اي تي ابست. وللنما الباقي بقى الشورت تيرم ان هو بيعمل جي اي تي ابست. تمام? طب نكمل بقى سايد افكتس. الميبين دازول. اه في الارج دوز هيعمل 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 حساسية. اه هيعمل ابليبسي وهعمل تيراتوجينيسيتي. ماشي نخلي بالنا من تيراتوجينيسيتي داية. نمى كل الادوية داية ممنوعة في الحمل. تمام? تيراتوجينيستي يعني بيعمل عيوب خلقية. وهيبر سنستيفيتي طبعا من الدودة اللي ماتت داية. وابليبسي لان هو اصلا زود الكالسيوم. زود دخول الكالسيوم جوه الخلايا. فهو هيزود دخول الكالسيوم جوه برضو خلايا البني ادم مع الدودة. فلو الشخص دوت عنده بوادر ان هو يجيله صرع يعني. فهيجيله يعزو بالله يعني. تمام? القلبين دازول بقى اللونج تيرم داية برضو بيقول لك رير بيعمل هيديك وهيباتو تكسيستي بون مارو دبريشانت زي زي اللي هي بتاعت الامينو ستميلانت. ماشي. اه وبرضو خلي بالك سيفتي يعني من الاخر كده ان هو مش سيف في البريجنانسي يا ما تدوهش في البريجنانسي. اه اللي في المسول احنا قلنا الانتهي المنسك هي اللي بتعمل جي اتي ابسس. انما الامينو ستميلانت بتعمل هيبات توكسيستي وبون مارو دبريشان وتيراتوجينيك. اه الايفورميكتن بقى اه الدوز بتاعت الاسترونجلوز قلنا برضو ان هي بتعمل جي اتي ابسس والدوز بتاعت دي الانتهي ده اللي بتعمل كل الكلام ده بتعمل اي بقى اليرجيك ري اكشن دوت معروفة طبعا اي دودة انت بتموتها هتعمل الاليرجيك ري اكشن. اه المايكروفلاريا اللي هي الكلد مايكروفلاريا ديت في البلد هتعمل برضو فيفر نتيجة الاليرجيك ري اكشن دوت. اه هدك وديزنس وصومنس وويكنس ورياش والكلام ده كل الحاجات اللي هي الايه الناني سبيسيك ديت. فعني ايه ما تاخدوش عليها اول. تمام? افتكر بس ان الدوز بتاعت هي اللي بتعمل مال جا دي ابسك. انما الدوز بتاعتين ما تقود هي اللي بتعمل بهاقي الاعراض ديت. تمام? اه استاذ الفكس يعني ايه مش مش مهمة او يعني لو يعني ايه عايز تفوتها تفوتها بس المهم الشريحة ديت ما تتفوتش. انا ايه? حطتها في الاخر عشان اصالحكو. او يعني مش انا اللي حطتها يا الدكتورة حطها في الاخر عشان تصالحكو بيها. تمام? اه الشريحة دي مجمعة كل نوع من الديدان والادوية اللي بتستخدم في علاجه. تمام? سانية واحدة. هنقولها بقى اه اول حاجة النيماتودز. تمام? افتكر النيماتودز اللي هما بيستخدموا في علاج النيماتودز هما كل البرود سبكترم معادة الوحيد البرازيكوانتل يبقى هتلاقي هنا الميبندازول والالبندازول والليفميسول والايفرميكتن. تمام? اه التريماتودز بقى هي اللي هي البلهريزيا صح? يبقى كل الانتيبالهريزيا درجز اللي احنا اخدناهم اللي هما البرازيكوانتل والاكزام نيكين والمتريفونيت والميرازايد. صح ولا ايه? تمام? اه السستود يبقى مين اللي بيعالج السستود? اكيد اللي هو البرينس بتاعنا البرازيكوانتل زائد معاه الالبندازول. افتكر الالبندازول دوت كان بيستخدم في علاج ايه? الالبندازول اللي احنا قلنا اه زي الميبندازول زائد السستود الانفستيشن هي. فيبقى ده تفتكرها من هنا الستود بيستخدم في الاجول والالبين ده زول. تمام? انا عارف ان المحاضرة نازلة في وقت مش ظريف وانتو المفروض ان انتو عندكم مواد كتير ووراكم مذاكرة كتير. فمعلش يعني لو انت مش هتذكر حاجة خالص خالص خالص. على الاقل على الاقل لازم تذكر الشريحتين دول. تمام? لازم تذكر الشريحتين دول اللي هي الشريحة دي. والشريحة اللي قلناه قبل كده اللي فيها الجدول دول. ماشي يعني مش هتعرف تذكرهم قوي على الاقل بصمجهم. بس المهم تصرف وذكرهم. تمام? اه وربنا يوفقكم ان شاء الله. اه دعواتنا ليكم. وان شاء الله خير يعني ما تلاقوش. سلام عليكم.